بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح مع بعض النهاردة جزء زريف كده وخفيف هو جزء الأكريديتيشن ومن الأجزاء السهلة والبسيطة يعني وهي سلايد واحدة المهمة في الجزء ده كله السلايد دي هي اللي بيجي عليها الأسئلة لو فهمناها كويس جدا إن شاء الله نضمن أسئلة الأكريديتيشن تمام أول حاجة أساسا يعني إيه أكريديتيشن يعني إيه أكريديتيشن الأكريديتيشن دوت هو voluntary survey process هي حاجة تطوعية طبعا هي دلوقتي بقت mandatory يعني هنا في ال-KSA وفي أغلب الدول يعني بقى موضوع الاعتماد ده بقى حاجة أكبرية على كل ال-health care workers لكن هي في أمريكا الاعتماد الأكريديتيشن ده voluntary حاجة تطوعية used by non-governmental independent external agency to assist extent of health care organization compliance with standard يعني شركة بتيجي هي الشركة ديت هي non-governmental أو حاجة ما هيش حكومية هي independent party وحاجة external أنت بتروح تقولهم أنا عايز أخذ الاعتماد القاص بكم يعني إنتم عندكم listة أو قيمة من standard والمعايير خاصة بالperformance standard أو خاصة بأداءنا أو اللي هو تحسين أداءنا فأنت هتديني قيمة standard ديت وهحاول أنا إن أنا أطبقها عندي في ال-organization وبعد ما طبقها ييجي أنت من عندك فريق survey team ييجي يعمل survey أو يعمل مسح للمؤسسة عندي وال-organization عشان يشوف هل أنا أطبق المعايير صح وماشي according to standard صح وفي compliance وتطبيق لها والتزام بها صح ولا لا فده معنى ده معنى اللي هو accreditation تمام؟ الصوت واضح عند الجميع؟ في accreditation في self-assessment في external review self-assessment أنت بتقيم نفسك قبل ما يجيلك surveyor أو قبل ما يجيلك أيوة زي الجي سوي وزي السباي وزي كمان يا دكتور أحسن في مصر دلوقتي حاجة اسمها جهار فيه أنت بتعمل self-assessment بتقيم نفسك وبقبل ما يجيلك surveyor ودلوقتي فيه كمان online self-assessment تدخل عليه وتشوف أنت مت ولا برشة لمت ولا ولا not مت للstandard اللي عندي بعد كده يجيلك بقى accreditation survey بقى اللي هو external review يجيلك team في يوم accreditation يقيم الorganization طب إحنا ليه بنعمل بناخد الاعتماد؟ إيه أصلاً أهمية أو فايدة الاعتماد ده؟ أهمية الاعتماد بتتلخص في أننا بعمل improve the system and process of care to improve patient outcome تتلخص أهمية الاعتماد ده أننا عايزة حسن خدمة الخدمة الطبية وأداء الخدمة الطبية اللي عندي أيوة ولضمان كمان سلامة المرضى طيب إحنا بنعمل ده ليه؟ علشان نحصل من الخدمة الطبية وبالتالي good patient outcome أخرجوا بدخولي تاني يودات واضح إن إنت عندك أنت يودات في مشكلة يبقى يبقى إحنا ليه بناء الهدف الأساسي ليه commitment to improve quality of care to be compared to like organization نقدر نحن نعمل بعد كده بنشو ماركينج بنا وبين أي حد تاني وفهمنا عن إيه بنشو ماركينج واخدنا المرة الفاتت enhancing confidence to the public requirement for contracting with the health plan conditions of payment for related state federal program يعني الخلاص أنا بعمله عشان أحسن process of care اللي عندي في الorganization من أمثلة accrediting agency سباهي اللي في السعودية النسكة والperformance measure اللي فيها اسمه هيدس الاسكوة والاسكوة ديت المother of accrediting body اللي هي أصلا الاسكوة دي هي اللي بتدي اعتماد لكل accrediting organization يعني هي بتدي اعتماد للجي سي آي تدي اعتماد للنسكة تدي اعتمادات لشركات الاعتماد في الجي سي آي في عندي اليوراك اللي هو اللي كان زبان اسمه AAAHC بعد الوقت يبقى اسمه URAC أو Utilization Review Accreditation Committee يعني فيه دي أمثلة للaccrediting agency طيب الstandard and performance measure الperformance measure بقى الperformance measure دي اللي هي بتكون معيير معينة لازم إن هي تكون fully met وهي بتعتبر بالنسبة لنا كمكياس للأداء يعني مثلا عندك النافكة الperformance measure اللي فيها اسمه HEDIS الجي سي آي الperformance measure اللي فيها اسمه Oryx اللي هو core measures اللي هو EFQM الperformance measure اللي فيها اسمه radar سباهي مثلا الperformance measure اللي فيها اسمه ESR الجهار الجهار الperformance measure اللي فيها اسمه نصر أو نصر NSR طيب الaccreditation program بقى اللي هنتكلم عنه هو الجي سي آي لأنه هو ده اللي موجود في أمريكا الجي سي آي accreditation program بيبقى مدته تلات سنوات يعني أخدت اعتماد بعد تلات سنوات بيبقى الري accreditation cycle آآ shifted focus from survey preparation to continuous improvement يعني إن بيعملوا بعد كده حاجة اسمها أنا أنا وانسي الـ survey visit اللي هي زيارات غير معلنة عشان يتأكدوا إن الـ organization دي مش مجرد إنها جاهزت نفسها قبل معاد الاعتماد وخلاص لا ده هم أصلا مطبقين continuous improvement وتطوير وتحسين مستمرة عاملين وفنمر عليهم في أي وقت نلاقي إن هما ماشيين على الـ standard اللي احنا آآ عاملين وطبعاً اي اي accreditation بيبدأ بالـ annual self assessment إن احنا نفتش على نفسنا كده ونتأكد بي إن حصل إن احنا عاملين compliance وملتزمين بالـ policy والـ procedures والـ standard اللي هي خاصة بـ accrediting body بعد كده بقى بيري survey review له قبل بقى ما يجيني surveyor بنعمل بقى هنا آآ آآ تفتيش برضو ونتأكد مي من compliance ونتأكد من التزام كل الأقسام بالمعايير آآ بنعمل review له آآ لحاجات كتيرة يعني فيه review له quality reports revision أو review آآ آآ فيه كمان إن احنا آآ آآ بنتأكد من إنه كل الـ reports جاهزة وكل الـ improvement projects اللي اتعملت خلال السنة والسنتين اللي فاتوا موجودة آآ الفيمية عندنا مثال الفيمية عندنا همثلة للـ root cause analysis آآ كل الـ reports اللي هي بتطلب سواء فيه مثلا sentinel event في أي حاجة تمام؟ طيب قال لك survey preparation عندي بقى two models if two models the survey preparation just in time model and continuous preparedness just in time ده اللي هو أنت مش هتجهز نفسك أصلاً غير قبل ما يجيلك surveyors وانت طول السنين اللي فاتت بقى وطول الوقت أنت أصلاً مش ماشي على المعايير كويس أو مطبقها وجاي تطبقها بس قبل معاعد survey visit فبيبقى بقى ديت فيها مشكلة إن لو جالك أي un-announced survey visit ممكن يسحب منك الاعتماد لأن انت مفيش عندك continuous readiness تمام؟ في الحالة دي بيكون عندك بقى crisis management cycle بتبدأ أول ما يبقى أي un-blind survey آآ قالك عليه فبسرعة بتبدأ عندك إيه crisis عندك كارثة بقى وبسرعة بسرعة نجري عمالين نجري ورا ورا بعضينا ورا نفسينا ونعمل ramp up activity وتكسيف في الاجتماعات ونجتمع كتير وفي additional resources ممكن إن إحنا نستهلكها علشان إن إحنا نحاول إن إحنا نلم الأوراق ونلم ونلم الحاجات اللي هم هيجوا بيعملوا عليها ونعمل تدريب اللي عندنا ده just-in-time model just-in-time model دوت بيكون سببه آآ نفس اللي بيحصل عندك وهو دكتور صالح بيقول نفس اللي بيحصل عندك بيكون سبب just-in-time model ده إيه؟ إن مفيش عندك أصلا leadership commitment لو أنت آآ لو أنت عندك leadership commitment أصلا مش هتدخل في just-in-time model ده لأن leadership commitment هم اللي هيشجع كل الأجسام لو لو كل رئيس قسم هو عنده ملتزم معانا في موضوع قصة الaccreditation دي فلو كل رئيس قسم تولى قسمه وإنه هو يتابع الcontinuous readiness والاستعداد الدائم والمستمر لقسمه مش هيحصل عندنا ال-crisis management دي اللي بتحصل قبل الزيارة بيومين يبقى تاني موضل عندنا هو الcontinuous readiness بقى الcontinuous readiness program طبعا هو الأفضل ولكن ال-crisis factor الcontinuous readiness هو leadership commitment لازم leadership commitment عشان أقدر أن أنا أحاق الcontinuous readiness program leadership commitment يكون عندي وأعمل بعد كده routine self-assessment بقى كل department head أو كل chapter owner مسؤول على أن هو يراجع بقى ال-standard الخاصة بقسمه ويراجع عليها ويتأكد ويعمل ال-assessment ويتأكد أن هم شغالين تبقى للمعايير والpolicy والprocedure أي un-announced survey visit تيجيني أو أي survey plans أنا مش هكون عندي crisis ولا كرسة ولا حاجة إن أنا مستعدة وهو ده أساساً شغلي وهو ال-culture اللي أنا مطبعها عندي في ال-health care organization تمام؟ طيب ال-periodic self-assessment أو pre-survey preparation بيكون بقى أن أنت بتعمل review بتعمل review بقى لكل ال-reports اللي عندك وكل التقارير وال-personal file وال-credentials وكل ال-data اللي هي ممكن تحتاج إنهم يعملوا لها document review بناء على ال-standard هتعمل لها review هتجهز ال-reports الخاصة بال-improvement project ال-reports خاصة بال-femia ال-reports خاصة بال-root cause analysis يعني كل الحاجات بقى اللي هي ك-documents هيحتاجوا إن يعملوا لها review تمام؟ هتعمل education لكل ال-stuff عن عملية survey process أصلا هتتم إزاي؟ ويبقى فيه walk around inspection بقى من يعملوا كده تفتيشات على الأقسام عشان يتأكدوا من ال-compliance لل-standards وال-policy وال-procedure تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف كده ال-education program أو عملية survey أصلا إنتك بيكون دورك إيه؟ أنت ك-cbhq before and during and before and after survey process أول حاجة حضرتك عايز تجاهز المنشئة اللي عندك للاعتماد أول خطوة أنت عايز تجاهز المنشئة اللي عندك للاعتماد أول حاجة أنت عايز تحصل عليها هي leadership commitment فأول حاجة هتسعى لها leadership أول وأهم حاجة leadership commitment يكون كل معايا بعد كده أنت هتروح بقى تشكل التيم هتشكل التيم بقى من الـ chapter owners أو اللي بنقول عليهم إيه يعني كل قسم هيكون آآ أو كل معيار مين اللي هيكون مسؤول عنه أو كل قسم في المعايير مين اللي هيكون مسؤول عنه فبشكل فريق معايا بقى عم يكون أهمية الفريق ده إنه هو يكون آآ يعمل إدوكيشن ليه السورفي آآ يعمل إدوكيشن ليه آآ أو دومين ليدر يعمل إدوكيشن ليه الـ standard طيب فيه هنا هو التخلي كتين ده هي ايه تالت مرحلة المفروض إن المرحلة التانية بعد leadership commitment إن أنا كquality professional أعمل review للـ standard أجيب كده المعايير وأقراها to be familiar with standard أول حاجة لازم to be familiar with standard لازم إن أنا أكون familiar وعارف المعايير دي بتتكلم عن إيه صحيح مش أنا اللي هتطبعها بنفسي ومن خلال الـ team هيتم تطبعها لكن على الأقل أنا كquality professional أكون قارئ المعايير وعارف إيه الأقسام اللي فيها وبتتكلم عن إيه بالظبط بعد كده بنروح نشكل team والteam ده عضاء الفريق كل واحد مسؤول عن آآ chapter owner أو عن chapter معين هو مسؤول عن إن يعمل له education في القسم المعني بيه ويتابع الـ compliance ويتابع تطبيق تمام؟ نبقى أول حاجة لي أنا كquality professional leadership commitment أعمل review للـ standard to be familiar with standard هروح هشكل الـ team ومن خلال الـ team هروح هعمل education الـ standard دي ديت بقى وأتابع compliance أو مدى التزام طب خلاص أنا عملت كده وبعدين أنا بقى في الفترة اللي بعدها أو المرحلة اللي بعدها إن خلاص أنا طبقت المعايير في كل الأقسام وخلاص أنا مستعد إن يجيلي الـ surveyor في السنة دي بقى أو في الوقت ده بقى أنا هعمل كل الـ stuff education عن frequently asked questions يعني الأسئلة اللي هيسألوها لهم surveyors وعرفهم إيه survey etiquette والـ survey هيبدأ إزاي والـ timeline للـ survey أو التاريخ بتاعه اللي هيجي والبدأة هيفتتحوا بصلاً بـ opening conference بعد كده هنحد من مست اللي عندنا هيتكلم عن الـ organization mission و vision و values واللي هيتكلم عن إيه وبعد كده يبدأوا هم الأول بـ document review في المكتب بعد كده هيمروا هيعملوا interview مع الـ leaders أو هيمروا على الأقسام بعد كده بس أنا هيشوفوا الـ personal file هيشوفوا إيه بالضبط يعني ليه هنا بقى بنعمل communication للـ stuff عن عملية survey نفسها هتم إزاي والـ agenda بتاعتهم إزاي والأسئلة اللي ممكن تتسأل وإزاي نجاوب عليها إجابة نموذجية طب خلاص جوم الـ surveyors ومشوا وبعتلنا report في خاص الـ report بقى خاص بيه العملية الـ accreditation أو survey report خاص بالـ survey بقى اللي هو إيه الحاجات اللي هي partial limit والحاجات الـ full limit والحاجات الـ not limit والنسبة اجتيازنا أو كده السنة اللي بعدها بقى إن أنا باجي أشوف أو الفترة مش سوري مش السنة بقى الفترة اللي بعدها أنا باجي أشوف بقى الـ highlight survey result دي يعني هما بعد ما عملوا الـ survey ومشوا فبعتولي بقى الـ survey result وفيها highlight يعني فيه حاجات partial limit كده أو حاجات not limit لازم الـ highlights دي بقى بروح إن أنا أشتغل عليها لأن هي بتكون هي الفوكس لأي أنا ونسي survey visit يعني أنا خلاص خدت الاعتماد لكن كان في عندي weakness في points معينة أو في نقاط معينة هي بنسبة للـ highlight بالـ highlight دي لازم أشتغل عليها وعملها performance improvement project أو أشوف إن الحاجات اللي هي اللي هي partial limit أو not limit دي عشان إن أنا حقاها لأن لو جاي لأي زيارة غير معلنة هي دي الـ point اللي هيركزوا آآ عليها. هذا focus of highlight during unannounced survivors. تمام؟ السلايد دي بقى اللي بتلخص لنا جزء الـ accreditation كله وهي أهم سلايد في جزء accreditation هي أهم حاجة. اللي يجيك أي سؤال آآ ويقول لك آآ قل لي بقى أو آآ هنعمل إيه? آآ انت بتجاهز لـ survey فالمفروض إن انت تعمل إيه? أول حاجة أو أول مرحلة أو أول حاجة أول خطوة هي leadership commitment دايما هي leadership commitment داية طب أنا خلاص كـ quality professional خلاص حصلت على leadership commitment بعد كده مطلوب مني ايه؟ أقرى المعايير عشان أعرفها قبل ما روح أقول لهم يلا نطبقها يبقى to review standard تاني خطوة review standard بقى جيب اللي standard دي وعمل لها review to be familiar with standard عشان أكون عارف ايه اللي فيها واللي بيتكلم عن ايه هو عرف اطبقها عندي واللي محتاج تغيير في الـ organization أو في الـ structure اللي عندي بعد كده أنا مش هروح أطبق المعايير بنفسي أنا أروح أشكل فريق اللي هو الـ chapter owners أو domain leaders assign team for accreditation أروح أشكل فريق للـ accreditation عشان يعمل education للـ standard بعد ما شكلت الفريق الفريق دا هيروح يعمل education للـ standard تمام؟ عملنا education للـ standard خلاص وأنا بقى عايز أستعد ليه للـ survey هم ما يقولي فأعمل بقى communication للـ accreditation process نفسها بتكون ازاي أعمل education للـ stuff عن الـ frequently asked questions ممكن أعمل check compliance للـ standard أشوفها مدى الـ compliance أو الالتزام بالمعايير أو تجيلك في السؤال ممكن تجيلك هنا بدر check compliance تجيلك ايه review adherence review adherence to standard طيب خلي بالكوا بقى عشان انا قلت لكم ان الـ first step هنا هو بعد leadership commitment اني بقى عمل review للـ standard يجيلك بقى في الإجابات يقوم كتب لك ايه assign team ولا review adherence الـ first step ايه جايب لك بتخيارك ما بين اتنين assign team for accreditation ولا review adherence الناس بقى تفتكر ان احنا قلنا في اول خطوة بعد leadership هي review standard على طول تروح مصطرة review adherence لا يا جماعة هي هنا اسمها review adherence review adherence معناها check compliance review adherence معناها check compliance غير review standard خالص ايه بالضبط هتبقى هنا اللي هو assign team تمام؟ ركزوا عشان بتيجي في الاسئلة والناس بتغلق فيه يبقى review standard دي الـ first step review adherence دي اخر دي the last step اخر خطوة بعد ما انا طباط المعيير اتأكد من الـ compliance ممكن كمان ان انا اعمل لهم mock survey كده كمماثل او simulation كده لعملية الـ survey هتكون ازاي؟ نبقى الـ slide دي اهم slide في جزء الـ accreditation وهي الخلاصة المهمة بعد كده بقى في عندي external quality hours في شهادات اخرى او جوائز جوائز اخرى في الجودة زي المالكون بادرج اوارد ديت بتعطى في الـ excellence and performance achievement يعني جائزة في التمييز اسمها مالكون بادرج اوارد الكريتيريا اللي فيها ديت بس for reading only للقراءة فقط عندي الـ FQM اللي هي European foundation for quality management ديت برضو شهادة او جائزة جائزة اوروبية في التمييز او الـ excellence الـ performance measure فيها اسمه رادار الـ performance measure اللي فيها اسمه رادار مجموعة من المعايير كده اللي هي لازم تكون fully met. عندي الـ magnet recognition program دوت للـ excellence in nursing ودي مهمة بتيجي عليها اسئلة في الامتحان يقول لك الـ nursing excellence awards هي الـ magnet recognition. طيب عندي هنا الهدث الهدث ده اللي هو بيعتبر performance measure لـ accreditation طبع اللي هو الـ national committee for quality assurance اللي هي النسكة. يبقى الهدث ده الـ performance measure للنسكة. هدث هو performance measure للنسكة. لكنه هو الهدث الـ النسكة دي بتدي اعتماد لمين؟ بتدي اعتماد لشركات التأمين اللي هما بنسميهم ايه؟ بنسميهم الـ health plans. يبقى دي بتدي accreditation limit للـ health plans اللي هي شركات التأمين. تمام؟ والـ performance measure اسمه هدث. دي بقى كراءة يعني بيكلم عن الهدث measure أو اللي هو النسكة والـ domains of measures يعني بتعتبر ايه ديت كده ناخدها كراءة. احنا قلنا انه الـ OREX ده الـ performance measure لمين؟ الـ OREX ده كان الـ performance measure لمين يا جماعة قلنا من شوية؟ لمين؟ لمين؟ للـ JCI بزاق برافو عليك. يبقى الـ JCI ده هو الـ OREX هو الـ performance measure ليه والهدث ده الـ performance measure لمين؟ الـ performance measure ليه النسكة. طيب الـ JCI بتدي اعتماد او اللي هو الـ performance measure اللي فيها الـ OREX اللي بتدي اعتماد لمين؟ بتدي اعتماد للشركات بتدي اعتماد للـ health care organization للـ hospitals والـ health care organization الـ OREX بتدي اعتماد للـ health care organization للـ health care تمام؟ طيب الـ Hades الـ Hades اللي هي performance measure للنسكة النسكة بتدي اعتماد لمين؟ النسكة بتدي اعتماد للشركات التأمين هي الـ health plan زي الـ managed care organization يجيلك برضو هنا ايه نعرف الفرق ما بين الاتنين يجيلك سؤال ويقولك managed care organization accredited by A accredited by النسكة الـ performance measure اللي فيها ايه هدث طيب Health care organization accreditation GCI و الـ performance measure الـ OREX تمام؟ ده كده بفرق لكم بين الاتنين بس كده موضوع يعني سهل جدا وصغير وبسيط ومفيش فيه يعني رغي كتير ندخل على حل اسئلته وأشهرم متبقى كل ما تريد من دعم مي衡 اتخفى